النهاردة هنتكلم عن موضوعات مهمة الحقيقة هنتكلم عن الجديد في كورونا كلام كتير قوي سمحناها في الفترة الأخيرة عن كورونا كلام مغلوط وكلام كويس وكلام صح يمكن السؤال السائد الآن هو هل يطرى موضوع كورونا ده اللي احنا بنحكي عنه هل يطرى التطعيم مهم ولا لا التطعيم مهم الحقيقة جدا لسبب بسيط ان احنا مش قدامنا غير التطعيم مش قدامنا غير ان احنا نطعها وفي يعني عايز اقول لي ملمات ونازلات قبل ذلك مرت بالبشرية كان التطعيم هو الحل التطعيم هو الحل ليه بقى لانه مع العدد الكبير فيما يسمى بالبنديمك او الجائحة ما بيبقاش في حل غير انه عدد كبير يبقى مطعم فيبطل يحد الاخرين فينحسر هذا الشر ونرجع لحياتنا الطبيعية تاني كلنا كلنا تأثرنا بكورونا صغيرا كبيرا على مستوى الافراد على مستوى الاسر على مستوى الدول على مستوى الدول المتقدمة وعلى مستوى حتى الدول اللي هي في العالم التالت طيب شائعات كتيرة اوي قالتلك طب انا التطعيم ده اخده ليه اخده زي ما قولت دلوقتي احنا وصلنا للدرجة زي ما كنا قلنا على الكمامات زمان لو ستين في المية من الشعب لبس كمامات والاربعين ما لبسش بعد فترة الدنيا حتتظبط ستين اربعين لو تفتكروا نفس القصة على التطعيمات لو وصلنا لدرجة ان عدد كبير جدا بقى مطعم فبالتالي مش هيعد الاخرين حينحسر هذا الشر لكن لو فضلت الناس كلها مش مطعمة ما فيش حل تاني غير التطعيم طيب يبقى تعالوا نقول عشان نبقى مرتبين مطعم ولا لأ نطعم من وجهة نظر انا مع كل الاحترام للاراء الاخرى على فكرة كل ما حضرتك قريت وكل ما حضرتك حتكت بثقافات اخرى وشعوب اخرى وناس اخرى حتلاقي نفسك متقبل الاخر جدا ومتقبل حتى انه حد يقول حكس كلامك ليه لأ يعني تمام لكن انا في رأيه المتواضح انه ناخد التطعيم نيجي بقى لانه تطعيم احنا قولنا قبل كده انه فيه اكتر من تطعيم وليه حلع انا قبل كده من هذا المكان على انواع التطعيمات المختلفة شرحناها تماما وقلنا انه فيه ليفنج اتنيويتد فاكسين وهيت كيلد فاكسين يعني تطعيم مقتول في الفيروس وتطعيم مضعف في الفيروس مقتول يعني مفيش خالص اي حياة ولا روح ولا ريحة فيروس غير انه مقتول التاني موجود بس مضعف ولذلك كان لنا فلسفة صغيرة الفلسفة دي بتقول انه يا ترى الفيروس ده هو الفيروس عبارة عن ايه الفيروس عبارة عن حتة مادة وراسية موجودة في غلاف وفيهاش اي حاجة تاني ولذلك نلاقي ايه بعض الكتب الاجنبية وبعض المواقع الاجنبية الطبية تقول ايه هذا الفيروس الخطير هذا الفيروس الزاكي لا الفيروس ده مش زاكي خالص خالص ده تحدي من ربنا سبحانه وتعالى بيقولك انه اضعف شيء في الدنيا يقدر يعوقك ويقدر يحبسك ويقدر يعني كل ما تبجح الانسان وحس انه علي وكبر لانه كانت البشرية قبل هذا الفيروس الحقيقة وصلت لدرجة من التبجح والتكبر بطريقة غريبة جدا جدا لن تنسوا ابدا الاستنساخ لن تنسوا ابدا النعجة دولي لن تنسوا ابدا درجة من الدرجات اللي كانت البشرية فيها فعلا تكاد تقول ايه انا وصلت بقى لكل حاجة او يعني في الطريق الى كل حاجة تمام فربنا بعت هذا الفيروس اللي زي ما قلت هو عبارة عن مادة وراثية بس المادة الوراثية مكتوب فيها هتعمل ايه تمام تبحث هذه المادة الوراثية اللي هي اصلا لا حياة عن جزء فيه حياة تقيم فيه كونها ودولتها ومكانها علشان في الاخر تنتج ملايين النسخ ملايين النسخ من هذا الفيروس وبالتالي تكتب له الحياة عشان كده بنسميه متطفل تمام يبحث عن حد يعيش جواه طول ما هو برا وما فيش اي وسائل حياة له هو حلقة وسطة بين الجماد وبين الكائن الحي لهو عايش ولا هو ميت لهو حي ولا هو ميت هو ميت لانه فيش روح خالص لكن هو قابل انه يبقى حي لو دخل وتطفل على خلية من الخلايا وكنا قلنا مرة بحسبة بسيطة جدا انه كمية الفيروس اللي نزلت الارض وعملت كل المشاكل دي اتنين اللي ربع جرام اتنين اللي ربع جرام يعني واحد وتلات تربع جرام بحسبة صغيرة حسبوها العلماء وجد انه كمية الفيروس اللي نزلت الارض للان واللي هي عاملة كل المشاكل دي مش لحقة اتنين جرام اللي ربع اتنين جرام اللي ربع طيب فترة الاخيرة طلعت برضو اراء بتقول انه استنشاق الهواء او البخار بيساعد شوية وفي ابحاث علمية دعمت هذا الاتجاه الاخير لكن يظل زي ما بقولك نتطعم ولا لأ نتطعم ترجمة نانسي قنقر